لا أشوف خلأ أقول لك شيء واعد يعني يعني أنا لا أريد أتكلم عن نيابة عن سماحة السيد ولا عن الأخوان لكن تعرف أنا كنت قريب منهم معرف سماحة السيد كيف يفكر السيد الصدر عندما فاز بالانتخابات وشكل التحالف الثلاثي وتذكر في زيارته ولقاءه بقادة الأخوة الإطار قالوا يا أبا أحنا فزنا وأحنا الكتلة الأكبر فنطونا أحنا ندير الدولة وهذا كان مشروع وكان عنده مشروع وكان عنده برنامج يعني تصل في بعض الخبراء في بعض الشخصيات اللي عدى خبرة في الحكومة بكتب برنامج حكومي يعني مو إلى المال لرئيس وزراء القادم لكن عندما وجد أنه حقيقة التحالف الثلاثي لم ينجح في أن يشكل حكومة وبالتالي هذا التعطيل وإن كان في حقيقة فائدة إلى وضرر الغير لكن رأى أنه سوف يتضرر العراق وسوف يتضرر الشعب العراقي لذلك أنسحب تماما من كل العملية وأعطى الحكومة للإطار اليوم الإطار عليها مسؤولية مضاعفة أولا مسؤولية دعم الحكومة وأيضا مسؤولية ثانية بأنه هو جاء باستحقاقات ليس إلى وبالتالي هي استحقاقات كتلة أخرى فبالتالي عليها أن يثبت للجمهور هو حقيقة عندما جاء بهذه الاستحقاقات هو قادر أن يحقق نتائج أنا اليوم سماحت السيد والأخوة الصدرين حقيقة في حالة ترقب للحكومة طبعا اليوم السيد تحول من معارضة سياسية عندما كان جزء من معارضة شعبية فبالتالي إذا كان أنا أعتقد السيدة موكلة إذا كان هناك خلل أو أزمة في الواقع العراقي وخرجوا العراقيين وليس الصدريين يعني وليس انتباعاتهم صدرية فأكيد سيد عمها الصدريين وسيد عمها سمعت السيدة هذا وآخر لذلك المسؤولية هذه المرحلة هي مسؤولية مضاعفة اليوم أنت عندك ند وعندك خصم هذا الند والخصم هو ليس فقط يدافع عن حقوقه وإنما يدافع عن حقوق كل الأراق العراقيين فعلينا أن ننتبه لهذا الحال